نروح بقى للاتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة المصري كان متعاقد مع الشركة السويسرية او الشركة السويسرية دي كان متعادة مع اتحاد المصري انها هتخلي المنتخب المصري يلعب مباراتين ودياتين مع منتخبات اوروبية اول مباراة في العقد دوت كانت مباراة بلجيكا المباراة التانية ما تلعبتش مباراة بلجيكا اللي كانت في نوبمبر الماضي تكيني الجول بتاع مصطفى محمد الجول الحلو ده مباراة التانية ما تلعبتش الشركة السلوسية دي بقى بتهدد اتحاد الكورة بمقاداته في حالة عدم اقامة مباراة ودية ثانية لمنتخب مصر مع منتخب اوروبي وفقا للعقد المبرد بين الطرفين نحل امورنا نحل امورنا ومشاكرا كل ما لقى اتحاد الكورة داخل في مشكلة بتجنن بيدوروا يعني مش عارف بس دايما تلاقي في مشكلة جنب اتحاد الكورة مش المفروض ده يحصل بصراحة وعدم في عقد يتم تنفيذه انا طبعا يعني ممكن مثلا يكون الشركة السلوسية دي مثلا عليها بس احنا لما سألنا ما فيش اي مشاكل مع الشركة السلوسية ففي عقد في مطشين نلعبهم وخلصنا نعملش بقى مشاكل وقضايا وفيفا ومحكمة وقانون وحاجات كتيرة جدا منخش فيها بدون داعي ده خبر بالنسبة لي اتحاد الكورة المصري روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ونسبة المباريات الودية رفض مواجهة البرازيل او المغرب ودين في شهر يونيو اللي جاي مصدر بالتحاد الكورة قال لنا ان فيتوريا بيرغب فيه مواجهة منتخبات من التصنيف الثاني حتى يواصل تحسين ترتيب الفراعنة في تصنيف الاتحاد الدولي لقوات القدم فيفا قبل تصفيات كأس العالم 2016 مش عايزي لعب البرازيل فيخسر مش عايزي لعب المغرب ويف أفضل أحوالها ويخسر فالتصنيف ينزل تاني هو عايزي حسن التصنيف دي فكرة كويسة دي مش خوف من المنتخبات بس المخاطرة أكبر لما تلعب البرازيل أو المغرب ويا رابع العالم في أحسن حالتها على الإطلاق هيبع عندك مشكلة ممكن تخسر الأغلى منك تخسر مش خوف بس انت دلوقتي بتدهر الحاجة تانية خالص انك تحسن تصنيفك في ترتيب تصنيف منتخبات الكورة في العالم طيب